بشكل أكبر طبعاً الهيئة منتشرة في داخل نطاق القيارة بالكامل في جماعة الأحياء في توجيهات برضو من ستة المحافظ دكتور برام صابر وسيادة الله وهاب الشرشابي رئيس الهيئة أن هندعم المشاكل اللي عندنا اللي موجودة عندنا داخل كل حي في مشتل هنعمل دايماً على تطوير الزراعات اللي فيه زيادة المزرعات اللي موجودة بنحاول دايماً المشاكل دا بنعتبره هو المصنع بتاعنا اللي احنا بناخد منه للشارع برا وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هتبقى الزراعات أكتر في كل الشوارع بإذن الله طب سيادة العميد عايزة أقف عند نقطة معينة الشجر اللي تشال هل فيه يعني تفكير أنه نرجع نزرع مكانه شجر تاني إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هتشوفه تكسيف للزراعات في كل الأماكن في القائر بإذن الله يعني مثلاً لو حنتكلم على الشجر اللي تشال في الزمالك أو الشجر اللي تشال في المعادي مثلاً وفيه منهم كانت أشجار نادرة نادرة وتشالت ومعظم الحاجات اللي تشالت كانت النتجة عن يئمة إنها فيه خطورة لاستمرارها في تواجدها في المكان دا يئمة إن فيه يعني مشروع من المشاريع هتتم في الأماكن دي فكنا يئمة بنشيل بناخد نرزرع في مكان تاني فإن شاء الله الفترة اللي جاية برضو بقول بإذن الله التوجه إن إحنا هيبقى فيه الزيادة فيه أعداد الزراعات بالكامل الأشجار المصمرة والأشجار الأشجار الضل الموجودة والمساحات الخضرة على مستوى جميع الشهر بإذن الله طب يعني كان إيه سبب الشيل العشوائي للأشجار برضو إحنا برضو لما كنا بنسمع كل يوم دا نزله في منطقة معينة زي ما رشا كانت بتقول الزمالك مرة المعادي مرة ومناطق أخرى ومدن تانية بيشيلوا الشجر فيها بشكل عشوائي كان إيه السبب إنه هما بيشيلوا الشجر وبردو زي ما ذكرنا شجر بيكون نادر فمش ينفع نعوضه تاني وفي الآخر ييجي قرار بمنع قطاع الأشجار طيب هل دا كان يعني ما كانش فيه تنسيق بين الهيئة المختصة بهذا القرار الحي والحي كان بيقطع من نفسه يعني ولا كان السكان بيروحوا الحي الشجر مثلا مخبي عنهم مداري عنهم عامل مشكلة أو أزمة وبردو الناس اللي بتروح تشتري أشجار زي ما قلنا مثلا من مشكلة وتزراعها قدام مثلا عمرتها قدام بيتها يعني عاوزين نعرف إيه الفكرة الموضوع كلها أو ليه كان بيحصل دا بشكل عشوائي الموضوع ما كانش عشوائي يعني هو قد القصة أمن فيه أشجار بكبر سنها فالشجر دي بتمسل خطورة على الأماكن المحيطة بيها ممكن جدورها ضربت تحت البيوت أو بتأثر على الطرق أو على الرصفة كنت حاجت يا فندم على الرصفة لا ما الأرصفة دي حضرتك الجزر بتاع الشجرة بيمتد المسافات بعيدة يعني فتبدأش كدر يا فندم مش أشجار مش الزف كله لكن مش كل أو كان فيه مشاريع لكن بنوض حضرتك طبعا إن شاء الله والناس كلها إن بإذن الله الفترة اللي جاية هتبقى فيه تغيير كامل في موضوع الزراعات دا عندنا المشاتر حضرتك برضو الغرض منها إنه زي ما أقول دا مصنع للزراعات الموجودة اللي هتنتشر في الشوارع وبرضو بنتطلع منها للجماهير اللي عايز اشتري تفضل عندنا بأسعار مناسبة؟ أسعار أرخص من اللي موجودة في باقي المشاتر البرة المشاتر الخاصة أنا عايزة أوف عند